موسيقى أهلا ومرحبا بك صديق المشاهد في لقاء جديد مع هذا البرنامج قصة الكنيسة ونحن في نهاية الرحلة التبشرية السلسل للرسول بولوس ومع خطابه الشهير الذي قدمه لقصوص كنيسة أفسوس سفر العمال أصح 20 والآيات 17 إلى 28 آية 17 ومن ميليتوس أرسل إلى أفسوس واستدعى قصوص الكنيسة تقع أفسوس على بعد 30 ميل شمال ميليتوس يمكن استغرق الأمر ثلاثة أيام لدعوة بولوس لهؤلاء القصوص طبعا كلمة قصوص هنا الحياة بتتقال على القصوص والشيوخ ثلاث أيام ربما علشان يأتوا إلى ميليتوس لكن هذا الخطاب يمثل أهمية خاصة جدا في سفر الأعمال لأكثر من سبب أنه الخطاب الوحيد الموجه لجماعة مؤمنيين وخدام كل الخطابات الأخرى كانت رسائل كرازية تبشرية لليهود أو للأمم أو خطاب دفاعي أمام السلطات اليهودية زي المجمع مجمع اليهودي في الأيام الأولى للكنيسة في أصح 4 وأصح 5 وأصح 7 أو الخطابات الدفاعية الخمسة أمام السلطات الرومانية واليهودية اللي هنأت إليها فيما بعد من أصح 22 إلى أصح 26 الأهمية الثانية في مخاطبة هؤلاء القادة اللي هم القصوص أو الشيوخ أو الأصاقفة هكذا لقبوا في هذا الخطاب هكذا نرى أن الألقاب لنفس الجماعة هذه الألقاب السلاسة القصوص الشيوخ الأصاقفة تعبير عن نوعية الخدمة ثم الأمر الثالث أن الخطاب يوجه إلى فريق من الخدام يعمل معا قصوص وأصاقفة فلم تكن المسؤولية ملقاة على شخص بمفرده لكن واضح أن هذا ما حدث في أماكن أخرى زي ما حدث في كنائس غلاطية وانتخباء لهم قصوصا في كل كنيسة وبعدين أوصى الرسول بولس أن تقيم في كل مدينة شيوخا كما أوصيتك في تيتس 1-5 فمن البداية ينبغي أن يكون الآن العمل والرعاية والخدمة في الكنيسة عمل جماعي وده اللي نقدر نتابعه من خلال كلماته اللي قالها الرسول بولس في هذا الخطاب اتكلم في البداية عن خدمته في الماضي الآيات من 18 إلى 20 فلما جاءوا إليه قال لهم أنتم تعلمون من أول يوم دخلت آسية كيف كنت معكم كل الزمان أخدم الرب بكل تواضع ودموع كثيرة وبتجارب أصابتني بمكايد اليهود كيف لم أؤخر شيئا من الفوائد إلا وأخبرتكم وعلمتكم به جهرا وفي كل بيت شاهدا لليهود واليونانيين بالتوبة إلى الله والإيمان الذي بربنا يسوع المسيح إذن في بداية الخطاب ذكرهم بالخدمة بينهم وإزاي كان هو بيخدم كان أمين كان متضع برغم الاتهدات والألام اللي احتملها وده شبيه جدا بالكلام اللي كتبوا لكنيسة كورنسوس في كورنسوس الأولى اتنين يقول لهم هذا الكلام لأني لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع المسيح وإياه مصلوبا وأنا كنت عندكم في ضعف وخوف ورعدة كثيرة وفي الرسالة التانية من كورنسوس يقول لهم في أصاع عشر وآية واحد ثم أطلب إليكم بوداعة المسيح وحلمه أنا نفسي بولوس الذي في الحضرة ذليل بينكم وأما في الغيبة فمتجاسر عليكم يقول لهم كونوا متمثلين به كما أنا أيضا بالمسيح وكتب كمان لكنيسة فليببي بهذا المعنى في فليببي أربعة تسعة ما تعلمتموه وتسلمتموه وسمعتموه ورأيتموه فيا فهذا افعلوا وإله السلام يكون معكم بذكرهم كمان بإن خدمته شملت كل الناس اليهود والأمم وظل أخبر به الكنيسة في روما بعد كده لم قال إني مديون لليونيانيين والبرابرة للحكماء والجهلاء فهكذا ما هو لي مستعد لتبشيركم أنتم الذين في روميا أيضا روميا واحد أربعتاشر وخمستاشر وكان مضمون شهدته التوبة إلى الله والإيمان الذي بربنا يسوع المسيح والرسول بولوس كان حريص كل الوقت أنه يؤكد على هذا الحق من وقت إلى آخر وكان يفعل هذا زي ما قال جاهرا كما في المجمع اليهودي وفي كل بيت زي ما حدث مثلا في بيت تيرانوس دي خدمته كانت في الماضي تكلم كمان في الخطابة عن ألامه في المستقبل الآيات من 22 إلى 27 والآن هأنا أذهب إلى أوريشالين مقيدا بالروح لا أعلم ماذا يصادفني هناك غير أن الروح القدس يشهد في كل مدينة قائلا إن وسقا وشدائد تنتظرني ولكنني لست أحتسب لشيء ولا نفسي سمينة عندي حتى أتمم بفرح سعي والخدمة التي أخستها من الرب يسوع لأشهد ببشارتي نعمة الله والآن هأنا أعلم أنكم لا ترون وجهي أيضا أنتم جميعا الذين مررت بينكم كارزا بملكوت الله لذلك أشهدكم اليوم هذا أني بريء من دم الجميع لأني لم أخر إن أخبركم بكل مشهورة الله هنا انتقل الرسول بولوس من الحديث عن الماضي اللي هم عارفينه إلى الحديث عن المستقبل اللي أعلنوا ليه الروح القدس هو في طريقه الآن إلى أورشالين وككل المدن بيخبروا الروح بالمتاعب والألام التي تنتظه كان الروح يخبروا بفهم الأنبياء زي ما حدث في صور وقيصرية في الأصحة اللي بعده أصحة 21 يقول إذ وجدنا التلميذ مكسنا هناك سبعة أيام وكانوا يقولون لبولوس بالروح أن لا يصعد إلى أورشالين ده في آية أربعة من أصحة 21 وبعدين آية 11 جاء إلينا أغابوس وأخذ منطقة بولوس وربط يدي نفسه ورجليه وقال هذا يقوله الروح القدس الرجل الذي له هذه المنطقة هكذا سيربطه اليهود في أورشالين ويسلمونه إلى أيدي الأمم علشان كده طلب من الكنيسة في روما أن تصلي من أجل هذه الزيارة وقال لهم أطلب إليكم أيها الإخوة بربنا يسوع المسيح وبمحبة الروح أن تجاهدوا معي في الصلوات من أجلي إلى الله لكي أنقذ من الذين هم غير مؤمنين في اليهودية ولكي تكون خدمتي لأجل أورشالين مقبولة عند القدسين لكن الحقيقة الروح بيدفع للصفر إلى أورشالين وهو غير مبالي بما يصادفه من متاعب حتى إذا قادته هذه المتاعب إلى الموت اهتمامه الأول هو إتمام المهمة اللي كلفه بيها الرب الشهادة ببشارة نعمة الله ليس ما يشغله أبدا حياته أو موته لكن شغله الشاغل اللي قال عنه بعد كده لكنيسة فيليبي قال لهم في فيليبي واحد عشرين حسب انتظاري ورجائي أني لا أخذ في شيء بل بكل مجاهرة كما في كل حين هكذا الآن يتعظم المسيح في جسدي سواء كان بحياة أم بموت ويمكن كان في زهنه في الوقت ده رغبته في زيارة روما وأسبانيا بعد ورجالين عشان كده قال لهم أنهم لن يروا وجهاه أيضا وأنا متأكد أن هذه الكلمات أصارت مشاعرهم وأحسوا كده بألم الفراق لكن ختم حديثه بإعلان رسمي زي اللي عملوا حسقيال زمان في حسقيال تلاتة وتلاتين بأنه مثل الرقيب وهو بريء من دم الجميع إذ أخبرهم بكل شيء لأجل خلصهم أي أنه غير مسؤول عن هلاك أي واحد منهم زرع في وسطهم بظار الإنجيل وهم كخدام عليهم أن يسقوها فبدأ بولس وكأنه بيسلمهم الوديع والأمانة بيسلمهم إنجيل رسالة إنجيل نعمة الله ويمكن دل قادر الجزء الأخير من رسالته لما بيتكلم عن خدمتهم هما في الحاضر خدمتهم هما في الحاضر قالوهم إيه بقى في الآيات 28 إلى 35 احترزوا إذن لأنفسكم ولجميع الرعية التي أقامكم الروح القدس فيها أساقفة لترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدمه لأني أعلم هذا أنه بعد ذهابي سيدخل بينكم ذئاب خاطفة لا تشفق على الرعية ومنكم أنتم أيضا سيقوم رجال يتكلمون بأمور ملتوية ليكتذبوا التلميذ وراءهم لذلك اصهروا متذكرين أني سلاس سنين ليلا ونهارا لم أفطر عن أن أنذر بدموع كل واحد والآن استودعكم يا إخوتي لله ولكلمة نعمتي القادرة أن تبنيكم وتعطيكم مراسا مع جميع المقدسين فضة أو ذهب أو لباس أحد لم أشتهي أنتم تعلمون أن حاجاتي وحاجات الذين معي خدمتها هاتاني اليدان في كل شيء أريتكم أنه هكذا ينبغي أنكم تعتعبون وتعضدون الضعفة متذكرين كلمات الرب يسوع أنه قال مغبوط هو العطاء أكثر من الأخص الحقيقة كلمات عميقة ومؤسرة جدا وتكشف لين عن أهمية وروعة هذه الخدمة اللي بولس كأنه بيسلمها لقصوص كنيسة أفاسوس بيكلمهم عن مسؤولياتهم الرعوية أولها احترزوا لأنفسكم يعني اهتموا بأنفسكم روحيا ومن كل جهة علشان يكونوا أكفاء لرعاية شعب الرب وده نفس النصيحة اللي قدمها لتلميذ تيموساوس لما قاله لاحظ نفسك والتعليم وداوم على ذلك لأنك إذا فعلت هذا تخلص نفسك والذين يسمعونك أيضا تيموساوس الأولى أربعة ستاشر وبعدين عليهم أنه هما يحترزوا لجميع الرعية يعني يهتموا بقيادتهم ويطعمهم روحيا وقدم نفسه ليهم مثال في هذا ده اللي شوفناه في الآيات السابقة هذه الرعية هي كنيسة الله وكتير الرسول بولس كان بينسب الكنيسة إلى الله لكنه يكمل التي اقتناها بدمه التي اقتناها بدمه طبعا هنا بيقصد المسيح بالطبع اللي أحب الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها هو اللي دفع دماه ثمنا لفداء وإعلان محبته للكنيسة كأن الرسول بولس قصد يذكرهم بقيمة الكنيسة الغالية جدا من فضلك لاحظت شابه اللغة هنا مع لغة آساف في المزمور عن علاقة الله مع شعبه في ذلك الوقت يقول آساف في مزمور 74 وآية 2 أذكر التي اقتنيتها منذ القدم جماعتك وفديتها صبت مراسك جبل صهيون هذا الذي سكنت فيه وده يعني أن الكنيسة هي إسرائيل الجديد وسبق وأكد لهم دعوتهم لهذه الخدمة المجيدة فالروح القدس هو اللي أقمهم فيها أساقفها بدعوة خاصة في قلوبهم وبالمواهب اللي منحهم إياها لقيادة الكنيسة وقت انتخابهم وبعدين يتطلع الرسول بولوس للمستقبل ششايف التحديات اللي هتواجه الكنيسة في أفاسوس على القصوص أو الشيوخ أو الأساقفة أن يقوموا بحراسة الغنم جيدا لأنه في زئاب خاطفة طبعا هنا يقصد المعلمين الكذبة في زئاب خاطفة ستدخل بينهم هم دول الصراق واللصوص والغرباء اللي أشار إليهم الرب في كلامه عن الراعي الصالح في يحن عشرة وصفهم الرب أيضا بالذئاب هم سيأتون بصياب الحملان لكن التحدي الكبير أنه من هؤلاء الذئاب الخاطفة يقوم منهم رجال يتكلمون بأمور ملتوية أي يقدمون تعليم لا يتفق مع كلمة الله وهدفهم أن يكون لهم تلميذ يدبعونهم في ضلالتهم وللأسف اللي بيقوله الرسول بولوس هنا حدث فعلا في كنيسة أفسوس وكتب عنه الرسول بعد كده لتيموساوس اللي كان راعي أو أسقه في كنيسة أفسوس وذكرهم بأسماء محددة هيمينايوس والإسكندر في جالوس وهرموجانوس هيمينايوس وفي ليتوس كل ده مذكور في تموساوس الأولى وتموساوس التانية وفي نفس الاتجاه كانت رسالة الرسول يحن إلى كنيسة أفسوس في رؤية اثنين والآيات من واحد إلى سبعة وبعدين في الآخر بيرجوهم أن يتخذوه قدوة في رعايتهم لقطيع الرب حيث كان لثلاث سنوات بينهم كارزا ومعلما وراعيا ومنذرا كل واحد بدموع لكنه في نفس الوقت لم يسقل على أحد منهم ما كانش هدفه إطلاقا الحصول على أموالهم فضتهم أو ذهبهم أو لبسهم لكن من خلال مهنته كصناع للخيام كان بيكسب قوت يومه والذين معه وده بذكرنا بالشهادة مشابهة لصمويل النبي أمام شعب إسرائيل كان شعاره في هذا إنه إن كان أحد لا يريد أن يشتغل فلا يأكل أيضا وفي هذا كان مساعد للفريق اللي معاه وبينشتهم تتعبون وتعضدون الضعفاء أي الذين في حاجة مادية أو روحية فكانت رسالته أن يعطيه هكذا ينبغي أن يكونوا والتعليم الأساسي في هذا هو قول الرب مغبوط هو العطاء أكثر من الأغز ومع أن هذا القول الحقيقة غير موجود بهذا الشكل في الأنجيل الأربعة لكن بنجد نفس روح هذه الكلمات في كلمات الرب يسوع مثلا أعطوا تعطوا كيلا جيدا ملبدا مهزوزا فإضا يعطون في أحضانكم لأنه بنفس الكيل الذي به تكيلون يكان لكم لوقة ستة وآية تمانية وتلاتين استودعهم في النهاية لكلمة الله ولله ولكلمة نعمته علشان حفظهم وبنيانهم وتأكيد مرسهم مع جميع القدسين وعشار إلى هذه الحقيقة في مرات أخرى كثيرة ثم بعد ذلك جس على رجبتيه وصلى وغادر ميليتوس غالبا وسط دموع هؤلاء الإخوة الخدام المباركين الذين أتوا من أفاسوس من أماكن مختلفة ونقمي الحديث يا حبائي مع ختام هذه الرحلة المباركة في الأسبوع القادم والرب معكم اشتركوا في القناة